السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم طلابنا العزاء اليوم رح نتكلم عن الورد ميننغ طبعا بنظريات الترجمة الورد ميننغ ثلاثة أنواع للمعاني أولا عندنا الورد ميننغ اللي هي معنى الكلمة وعدنا السنتنس ميننغ معنى الجملة وعدنا التكست ميننغ يعني ثلاثة اللي هو الليفل المعنى الليفل الورد وليفل السنتنس وليفل التكست اللي هو النص كامل طيب احنا راح نجي هسا أولا what is the meaning of this of this word يعني هسا راح نتكلم عن the word meaning اللي هو الكلمة على مدار أو على مدى المعنى على مدار الكلمة خلينا نعرف الميننغ it is often defined as the term of signification linguistics sign the signifier it is a linguistics sign إشارة لغوية that signifier the signifier يعني هي إشارة ليفد شيء مشار إليه stand for or represents or signified something that signified شن يعني هذا الكلام إذن هي كلمة تشير إلى شيء معين وهذا الشيء المعين هو عبارة عن شيء موجود في الكون وله معنى سواء المعنى يكون معنوي أو يكون fundamental image فهناش يقول the signified إذن يقول the linguistic sign sign the signifier تشير إلى signifier signifier stands for represent signify the signified إذن الكلمة أو المعنى هو عبارة عن إشارة لشيء معين وهذا الشيء يحتوي على معنى وهذا المعنى يكون قد يكون أن يكون خلينا نقول فد شيء معنوي أو فد شيء مادي The linguistics disagree about and nature of what signified it is a mental شن signified it is a mental image psychological concept or constraint thing in the external world إذن هو فد شيء موجود بالكون طيب خلينا نأخذ وحسا الـ to distinguish of two class of word عدنا the closed word and open glass lexical words عدنا the closed words and open closed words and the example the phoenix so the girlfriend are lexical words they belong to open glass words on the other hand it is the closed grammatical word lexical word include a traditional part of verb, noun, adjective and adverbs في عدنا كلمات يعني open تسمى شن معنى open معنى open يعني ما نقدر نعدهن يعني أشياء مفتوحة حتى أنها تقبل الإضافة يعني الأفعال والنونس والصفات والظروف الآن ممكن نجي إلى طبعا هذا تعريف أن they cannot be listed الآن لأجهد كم فعل عندي باللغة العربية وباللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية ملايين وبعد مرور زمن ممكن يجيني فعل جديد يعني فهي open يعني ما نقدر نعدها ما نقدر نعدها أما the closed word can be listed أولا نقدر نعدها نقدر نحسب ها وما نقدر ما تكون جديدة ما ممكن تنضاف إلها جديدة مثلا حروف الجر اللي هي الان والان والآت مثلا الضمائر اللي هي الهي والشي والآت يعني هاي ثابتات ذنية لذلك يسمون close مغلقات يعني لا نقدر نضاف لهم ونقدر نعدهم يعني نقدر نعدهم يعني فهذا هو المقصود بهم يعني الشي المهم السحنا بهذا بكلامنا اليوم لازم نعرف شنو هو open and close words ونعرف عنه المعنى المعاني هنالك له ثلاثة مستويات اللي هو وليفل 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 sentence و word sentence و text وعرفنا شنو المعنى انه وفد شي موجود بالكون هذا الشي المهم في هذا الفيديو